شرطي جات له رسالة مخيفة في الطيارة ابعت للحساب ده واحد ونص مليون وإلا كل عشرين دقيقة هقت الراكم الشرطي افتكر ان واحد صاحبه بيعمل فيه مألب فقال لصاحبه انت زهي تهزر هزار زيدة الراجل مش فاهم حاجة ومش عارف هو بيقول ايه ساعتها الشرطي فيهم انهم اتخطفوا فعلا فقال لرئيس الطيارة على هويته وقال للكابتين يتواصل مع المطار ويسألهم عن صاحب الحساب ده في البنك وفي نفس الوقت الشرطي فكر في فكرة حلوة بعت رسالة للرقم وخلى البنات اللي معاه يبصوا في الكاميرا اللي هيلعب بالتليفون هيكون المجرم وطلعوا اسامي الركاب اللي شكوا فيهم لما كان الشرطي بيسألهم جاء لرسالة صدمته جدا قال له انت فاكر بنتك ماتت ازاي الشرطي اتعصب جدا الناس اللي تعرف عمو بنته قليلة جدا راح بس في كاميرات المرأبة لأواحد من اصحابه واخد تليفونه وبيجرع الحمام الشرطي دخل عليه الحمام بعصبية ولسه ما تكلمش فاعترف له وقال له بعد ما نقلص نقسم انا وانت الشرطي موافقش وبدأوا يضرقوا بعض وهم بيتخنقوا الراجل لابو سدس على الارض لكن قبل ما يضرب نار رأى بيته تكسرت من الشرطي وعلشان ما يوترش الناس فافعل على الجثة في الحمام والشرطي مفكر ان الموضوع خلص وراح قعد في كوسي وما تخيلش ان جات له رسالة تهديد تاني والمهدف عارف كل حاجة عملها الشرطي وبكده عارف انه تخدع ومن غير ما يعرف ساعد القاتل في قتل واحد فراح الشرطي بسرعة للكابتن عايز يعرف اخبار هوية الحساب الكابتن قال له يطلع سلاحه والشارة بتاعته كشرطي لانه رأى ان رقم الحساب ده يبقى باسمه هو فكروا ان ده مقلب الشرطي بيعمله مع نفسه ودلوقت العشرين دقيقة عده وما حدش مات الشرطي مكسوف يقول على موت صاحبه فطلع مسدسه شرله لكن هو ماستسلمش للتحقيق مش فاهم لي صاحبه اعترف انه هو العمل كده لاحتمال الوحيد انه تهدد من القاتل وفعلا الشرطة فتح التليفون صاحبه في الرسائل لا وان صاحبه كان بيهرب مخدرات والخطف مبني على كده الشرطي مصدوم جدا في الوقت ده البنت دي شافت الجسطة في الحمام خافج جدا الشرطي قال لها اللي حصل كله وخلاها تسق فيه وتحقق معاه في الحقيقة المراد يفاضل 13 دقيقة اللي جاي يموت حصل خطف في الطيارة وبيهددوهم بقتل راكب كل 20 دقيقة والشرطي لازم خلال الوقت المحدد يلاقي الراكب الخاطف من الطيارة الشرطي قال لهم الطيارة هتتعرض لتفتيش عشوائي كل الركاب لازم يمد اديهم ويستنوا التفتيش والشرطي كمان بدأ وبسرعة مسك واحد افريقي لابس نظارة وخلاه يطلع تليفونه ما تخيلش ان الافريقي مش رادي يسمع كلامه وكمان بيتكلمهش فاستخدم معاه العنف طلع انه بس منحرف ومصور بنات وبعدها شاف واحد ابيض تاني لابس نظارة في الشرطة حس انه شافه قبل كده قبل ما يركبوا الطيارة سلموا على بعض كمان وقال له عايز روح امستردام ولكن برحلة رحل بريطانيا ما استناش الراجل يبرر ام واخده للحمام بعنف يفتشه وقال له انت ليه بتجذب قال له قبل مركب فيه ولبعت لي 100 دولار وخلاه يعمل كده اخده للمأصورة يقول له مين لكنه عما ليه بصه ومش ليه وبصي لقى العشرين دقيقة خلصه فلف ايده باللزق علشان ما يقزيش حد تاني وبعدها اخد المسبس ورائب كويس جدا كل الناس وفي الوقت ده جت له رسالة ماتوا فيها مش لازم يكون هدف حد من الركاب وكده فيهم ان الكابتن في خطر لكن الوقت تأخر جدا راح الشرط المكين القيادة في الوقت ده كان الكابتن بينتقد انفاسه الاخيرة وفي الوقت ده العشرين دقيقة البداد الشرطة تعصر جدا مين اللي يقدر يعمل كده في طيارة صغيرة اما نائب الطيارة او البنت اللي معاه بس الشرطة ما كانش شاكل فيهم الشرطة قال لنائب الطيارة يقفل لباب كويس ويسوق وما يطلعش خالص عايز يكمل بحثه وهو بيدور لقى مبرمج بيفهم في التليفون اوي فقال له يبعث للرقم ده صورة فيها بيروزات بعد ما المشتبه تجيله رسالة تليفونه هيرم الشرطة دخل عند الركاب المراضي محتومة معاه خل كل الناس ترفع ايديها وبعت الرسالة وبعد لحظة رنت التليفون جات من جيب واحد عجوز الشرطة طلع كل العصبية فيه وقال له ليه بتعمل كده مين تخيل الراجل وقع زي الطيار ومات وبقى المقتول التالت ففهم انه تخدع تاني قعد يدخم في الحمام بكابة مش فاهم مين اللي يسمم العجوز والطيار وفجأة الشرطة لقى ان كل الدخان بيخش على العلبة في الحمام ففتح العلبة لقى فتح رايحة لغرفة القيادة وبعدها لقى ادوات الجريمة في الزبالة الشرطة استغرب عرف اخيرا الكابتن مات ازاي في حد دخل السم من الفتحة دي من الحمام وفعلا الشرطة لقى السم مع العجوز وبعد كده عايز يشوف مين دخل الحمام ويعرف الانجل اللي شرطة ما تخيلهوش ان البنت دي تبقى صديقته وقالت له انت اكيد الجننت ما فيش حد بيسق فيه غيري عالطيارة الشرطة برضو حسوا انه بيفكر كتير لاني لما الخاطب بعت اول رسالة كانت هي نيمة وعلى طول فهم انه مش هي الشرطة قال لها انا لقيت تليفون مع العجوز بس فيه بس هرد ومش عارف افتحه البنت اخدته وجريت تكتب وان تو سري فور وفعلا فتح في الوقت ده تليفون كان بيقلب الشرطة وعمال يبعت رسائل للمطار انه بيعترب بجريمته واني حطيت قنبلة جوه الطيارة وتقريبا في نفس الوقت وكمان خبر جريمته بدأت تتزاع على التليفزيون والركاب كلهم عرفوا انه القاتل الشرطة مهتمش باي حد وبدأ يدور على الانبلة وفجأة لقى الانبلة جنب السم وعلشان ما يوترش الناس خب الخبر ده من يعرف وهو ماشي في اللحظة دي اتضرب من واحد من الركاب لحد ما تمسك منهم كلهم على انه قاتل فقال لهم ان القيارة فيها انبلة الركاب هديو فجأة الاصل عرض المساعدة في امساك الارهابي قال لهم دلوقت مفيش وقت ندور عليه هنعمل اخر حاجة عندنا اننا نحط الانبلة في اخر الطيارة ونغطيها بالامتعة ونقلل الضمار اللي حييجي من وراها بقدر الامكان ولازم الطيارة تعبط لتمن تلاف قدم وإلا هيكون في احتمال الهبوط والضمار بس نائب الكابتن قال له ما ينفعش قال له في طيارتين حربيتين بترائي تحركاته مش عايزين نفس المصيبة تحصل تاني الشرطي لأواحد كمان مش بيخاف من المخاطر وصور فيديو للشرطي ونشره وده خلاه القاتل فعلا فدخل الشرطي عليه واخد تليفون الولد وبصع الفيديوهات ولقى دليل جديد ان الولد الابيض هو اللي حط التليفون في جيب العجوز وحقنه كمان الشرطي بصله والولد لقى نفسه تفضح مسك الراجل دا كراهينة ما تخيلش انه اصلا مفيش طلق في مسدسه فمسكه الاصلع وضربه الشرطي قال للاصلع يطلع القنبلة من الشنطة ما تخيلش الانابي الموجودة مع المبرمج لان المبرمج تابع الابيض المبرمج استغل لان الاصلع مشغول واخد المسدس وقتله وبسبب ان انتباه الشرطي كان مشتد فاخد منه المسدس والواضع ما كانش في صلحه خالص وقال له هو ليه بيختف الطيارة طلع كان ضابق جيش اصلا واهله ماته من الارهابيين وكان مش واسق في بلده خالص فعايز يعمل كده علشان يخلص لما لقى الابيض فأدعيه الشرط ركز انه ممكن يكون حد تاني مش هو كالعادة وراح للمبرمج وقال له الابيض مش عايز يعيش وملهاش لازم يكمل المبرمج مش عايز يموت وعايز يستسلم فالضرب من الابيض بالنار والابيض جاي يقتل الشرطي نائب الطيار وجه الطيارة لتحت وكل الركاب طاره استغل الشرط الفوضى واخد المسدس وقتل الابيض وفي نفس الوقت القنبلة انفجرت الطيارة بتقع نائب الكابتن هدى وساء ومسك عجلة القيادة ونزل بهدوء ونجح في انقاس كل الارواح اللي معاه الشرطي كمان سبتت ضرقته وبقى بطل في قلوب كل الناس الفيلم ده احداثه موترة شوية فيلم تسعين دي اي ريحت فيلم مليان باحداث غنبة اللي حبوه ممكن يتفرجوا عليه شكرا للمتابعة